اشتركوا في القناة لوجهة النظر تجاه الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان الشقيق في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع ومستجدات الأوضاع الإقليمية الرهينة والجهود الرامية إلى إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة كما بحث الجانبان التحذيرات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي سوف تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية